غرفة الأخبار من سكاينيوز عربية معريتة معلوف وسابي قاسمي إذن المشاهدين أهلا بكم في الساعة الثانية من غرفة الأخبار نهاية الأسبوع وتتابعون فيها روسيا لغض الدعم المشترك للقوات السورية والمعارضة إضافة إلى ملفاتنا الإخبارية اليومية التي نتابعها الآن مع سامي قاسمي منذ أن بدأت روسيا عملياتها العسكرية في سوريا وتطالبها الدول الغربية بتجنب قصف المعارضة المعتدلة تتساءل عندها موسكو عن ما هي تلك المعارضة بل وطلبت أيضا من الغرب المساعدة في تحديد مواقع وجودها اليوم تبدل الموقف وكأن روسيا عرفت ما كانت تجهله حيث كاشف الرئيس روسي فلاديمير بوتن عن أن بلاده تساند الجيش السوري الحر عن طريق تقديم الأسلحة والدخيرة والدعم الجوي في عمليات مشتركة مع القوات السورية في مواجهة داعش والجماعات المتشددة على الرغم من تصريح بوتن هذا إلا أن الكريملن أكد أن روسيا تقدم السلاحة فقط لما سمته بالقوات الشرعية في سوريا إلا أن تصريحات بوتن الأخيرة تبقى لغزا بحاجة إلى حل سينضم إلينا حول الموضوع من اسطنبول عضو المجلس الأعلى للقيادة العسكرية للجيش الحر رامي دالاتي ومن موسكو الخبير العسكري والاستراتيجي أندري أوليتسكي بإمكانكم أيضا مشاهدين المشاركة في هذا الحوار من خلال طرح أسئلاتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك سأبدأ مع سيد أندري من موسكو بوتن صرح اليوم ونقلته كل وكالات الأنباء أن روسيا تساند الجيش الحر في عمليات مشتركة مع قوات الحكومية السورية لكريملن عاد وقال أنها تقدم فقط الدعم للجهات الشرعية كيف نفهم هذه التصريحات بطبيعة الخال المعرض السوري ليست منتظمة وليست متجانسة هناك لسبب تعدد التنظيمات والفصائل والجباهات المختلفة كل منها تناضل على حدا وهناك البعض تنتظم مع البعض الأخرى ولذلك هناك لا يوجد الوضوح الكامل خول حالة المعرضة في سوريا سيد أندري هذا الموقف السوري الواضح لكن اليوم كانت هناك تصريحات مفاجئة لبوتن يتحدث أنه يقدم في روسيا تقدم الدعم العسكري وغطاء جوي للجيش الحر حددها قبل أن يسرح الكريملن بشيء آخر هل هذا يعني أن هناك تنصيق روسي مع المعارضة المسلحة السورية؟ نعم من المعروف أن الجيش السوري الحر يكافخ داعش ومن غز الجانب هو حليف لكل القيوة المكافخة لدايش إلى جانب الجيش السوري الحر هناك عدد من الفصائل الأخرى مثلا منذ فترة طويلة منذ بداية العمليات في سوريا وفقا لبلغات أركان الحرب العامة في روسيا هناك التعامل يتم مع بعض الفصائل الأخرى للمعارضة بما فيها أولا وقبل كل شيء الفصائل الأكراد وكذلك بعض الأناصر من الجيش السوري الحر وهناك عدد من التنظيمات الأخرى من هي هذه الأناصر؟ من هي الفصائل هذه؟ بالفعل بطبيعة الحال عدد التنظيمات والفصائل والجباهات المعارضة في سوريا الآن يقدر بـ 2500 وحتى زمن البرنامج للتلفزيون لا يكفي لمجرد تحديد هذه التنظيمات كنت أقصد سيد أندري ما هي الفصائل التي تنسق معها روسيا الفصائل المسلحة لأن روسيا كان دائما تقول ما تقوله حضرتك اليوم هناك فصائل كثيرة ولا نعلم من هو المعتدل من الإرهابي واضح أن روسيا عندما تنسق مع فصائل هي تقول أن هذا هو الجيش الحر من هو الجيش الحر بنظر روسيا؟ الأسكريون لا يكشفون أسرارهم وإلا فهناك لا معنى للعمليات الأسكرية ولذلك طبعا لا من الصعب تحديد بدقة المكان والزمان وتصمية الأناصر التي تتعامل بها جيد إذن العسكريون لا يكشفون أسرارهم سنرى إذا كان عضو المجلس الأعلى القيادة العسكرية الجيش الحر رامي إذا لا سيكشف لنا بعضا من هذه الأسرار سيد رامي أهلا بك معنا من ينسق من الجيش الحر مع روسيا اليوم؟ بوتين تحدث الكريملين بطريقة ما نفى ولكن على ما يبدو أنه تلميح أو إشارة إلى تنسيق روسي مع الجيش الحر بسم الله الرحمن الرحيم سمحي لي في البداية أن أوضح مسألة هامة جاءت في تصريح بوتين حيث قال أنه يقدمون دعم لفصائل عسكرية على الأرض السورية ولم يقل للجيش الحر بالضبط الجيش الحر إلى الآن لم يتدنس إطلاقا بأن يمد يده إلى الغزاة الروس ولا زال الجيش الحر يعتبر أن الروس هم محتلون ومتدخلون وغزاة للأرض السورية لكن أقول وهذا ليس سر عسكري ما أقول الآن هو الحقيقة وأنا أعلم بالأرض السورية من الضيف من موسكو ما يقدمه الروس لدعم لفصائل العسكرية هي لفصائل البيدي التي هي جزء من جناح البكيكي لمنظمة الإرهابية المحظورة دوليا وحقيقة هؤلاء ليشوا من المعارضة إطلاقا وخصوصا أن بشار الأسد منذ خمسة أيام قد صرح لمؤتمر في لقاء صحفي مطول من صحفيات الغربيات أنهم مدوا الأكراد في سوريا بالدعم والذخيرة والسلاح والمال كونهم يحاربون الإرهابين في سوريا إذن هذا إقرار رسمي من الأسد إقرار رسمي من الأسد أنهم دعموا هذه الفصائل العسكرية إذن هم يدعمون فصائل تابعة للجيش النظامي السوري وتابعة لصالح مسلم والبيدي في شمال سوريا أعتقد أن هذا أصبح واضحا بالنسبة للجميع أن الروس يدعمون الجيش النظامي ويدعمون الميليشيات التابعة له في شمال سوريا تذكر منذ بضعة أسابيع قبل أن تبدأ جولات جنيف والحراك السياسي هذا المكثف الذي شهدناه كان هناك عددنا الفصائل المسلحة في الجيش السوري الحر التي ذهبت إلى موسكو ليس كذلك؟ لا ليس صحيح الإطلاق لا يوجد أي فصيل عسكري إطلاقا وأنا نفيت هذا سابقا على قناتكم وقلت أن الروس قد لمحوا إلى مثل هذا الروس حاولوا أن يتوسطوا لدى الجيش الحر قلنا لهم عبر الوسطاء الذين أرسلوهم ليخرجوا الروس الغزاة أولا من الأرض السورية وبعد ذلك نفكر بالحوار أما أن التحاور مع المحتل لا يمكن هذا على الإطلاق ولم يذهب أي مجموعة من الفصائل العسكرية إطلاقا وأن عوض قيادي عسكرية وعوض مكاتب سياسية وأعرف تماما ماذا أقول ذهب أشخاص من خارج سوريا لا قيم لهم حقيقة في الجيش السوري الحرهم ضباط سابقون أو لديهم صلاة دولية تواصلوا مع الروس لكن ليس لديهم أي قدرة على العمل العسكري وليس لديهم أي صلة عسكرية على الأرض السورية على الإطلاق نحن إلى الآن لازلنا نعتبر أن الروس في خانة المتدخل غير الشرعية وفي خانة المحتل ولا زالت إلى الآن الروس تستخدم داعش كشماعة والأمم المتحدة تقول أن العمليات الموجهة ضد داعش من الروس حتى هذه اللحظة لم تزد عن تتراوح بين 6 إلى 9% لكنها لم تصل إلى 10% بينما جميع الضربات التي وجهت من الروس إلى الأرض السورية كانت على الجيش السوري الحر المعتدل في إدلب وفي حماة وفي مدينة حمص وفي ريف دمشق واليوم المعارك الكبرى تضربوها في درعة والجميع يعلم حتى في البرازيل يعلمون أن داعش تتموضح في شمال وفي شرق سوريا فمن هذا تضرب روسيا في المنطق الساحلية أنت تعلمون أن الطائرة التي أسقطت منذ حوالي أسبوعين كانت على حدود تركيا سوريا من ناحية البحر والجميع يعلم أن لا وجود لداعش لا على البحر ولا في المناطق الداخلية داعش متموضعة في مناطق البادية والصحراء والمناطق النفية في شرق وشمال سوريا سيد رامي فيما أنت تتحدث هناك تصريحات تأتي الآن من وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ليست متأكدة من تقديم الدعم الجوي بالنسبة للمعارضة السورية ولكنها متأكدة من دعمهم بالسلاح كيف تعلق؟ لم أفهم السؤال بالضبط واشنطن تقول أنها غير متأكدة من أن روسيا قدمت دعم أو غطاء جوي للمعارضة المسلحة ولكنها متأكدة أنها دعمتهم بالسلاح يعني فيه سلاح يقدم الروس للمعارضة طبعا أنا أكد أن روسيا ليس للمعارضة أختي الكريمة روسيا تدعم فصائل PYD الفصائل الكردية لا تخلط بين المعارضة الجيش السوري الحر والفصائل المقاتلة لأجل الحرية والكرامة في سوريا وبين فصائل PYD الموجودة في الحسكة وفي بعض الأماكن الروس والنظام السوري نعم يقدمون السلاح والذخيرة والمال لفصائل صالح مسلم والتابع له أو ما تسمى كتائب الحماية الذاتية هؤلاء يقدمون لهم تماما وقد أقر الأسد بذلك في لقاء صحفي أنت تنفيذ لك سيد رامي أنا لا أقصد أن أصر عليك وأنتزع تعليق ما ولكن بحسب التصريحات التي تأتي الآن هناك تعبير محدد استخدم وهو الجيش الحر لم يجري الحديث عن أكراد لم يجري الحديث عن فصائل أخرى يتحدثون الخارجي الأمريكي عن الجيش الحر أنا أؤكد تماما ومن منطلق المسؤولية أن لم يقدم أحد لنا من الروس دعا على إطلاق بل نحن لا نقبل كجيش حر بتلقي أي مساعدة من الروس ما لم تكن مساعدة واحدة هي الإسقاط النظام السوري طيب سيد أندريس أعود إليك سيد رامي ينفي ذلك ويقول أن دعم مقدم فقط للأكراد وليس كل الأكراد بطبيعة الحال برأيك هل لدى روسيا اليوم بعد أن مهدت الوضع على الأرض في سوريا لصالحها عسكريا اليوم تشتغل على عدة جبهات ضد تركيا هل لديها طموح أن تكسب المعارضة السورية الجيش الحر تحديدا إلى صفها في الشق العسكري هل هناك هذا الطموح؟ الجيش السوري الحر ليس منظمة موحدة وليست مرؤوسة من القيادة الموحدة ولذلك هناك فسائل مختلفة فيه الجيش السوري الحر البعض منها قد انتقلت إلى جانب داعش من المعروف غازا البعض منها الأخرى انضمت إلى الفسائل الأخرى الجيش السوري الحر منذ بداية التسمية كانت هذه التسمية تتغير وكانت فيها فسائل مختلفة لندع جانبا هذه التسمية لنقل فسائل مسلحة معارضة هل لدى موسكو بدعم طموح بدعم هذه الفسائل استمالة فريق مقاوم على الأرض أو قتالي على الأرض إلى جانب موسكو وكما تذكر كانت هناك تصريحات أمريكية وأيضا فرنسية تدعو إلى الفسائل المسلحة المعارضة والجيش السوري معا إلى قتال داعش نعم هناك تصريحات من أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الروسية أن التعامل مع بعض الفسائل بما فيها المعارضة المسلحة في سوريا هذا التعامل يتم بيننا منذ بداية أكتوبر وهو يستمر هذا التعامل وحتى بعض التنظيمات تشير للقوى الجوية الفضائية الروسية على أهداف في مواقف داعش بالنسبة للمنطقة التي أسقطت فيها التائرة الروسية الخربية منذ خوالي أسبوعين فهذه المنطقة كانت فيها تعمل الفسائل من المسلحين الروس من روسيا الخارجين من روسيا من سمالي كافقاز ومن بعض المناطق الأخرى في روسيا وهي التي الآن تمصل خطران لروسيا للإستقرار الداخلي ولذلك كانت التائرات الحربية تعمل في هذه المنطقة وكانت فيها تعمل لا أدري لأي سابب لكن أيضا فسائل التركمان من تركيا ليست التركمان من داخل سوريا هي منطقة حدودية الفسائل من الزئابة الرمادية من الزئابة الرمادية من داخل تركيا ربما هذا موضوع آخر سيد أندري دعني أعود إلى سيد رامي دلاتي من اسطنبول البعض يتخوف سيد رامي بأن ربما تدد داخل أطراف دولية في موضوع الجيش الحر في موضوع الفصائل وأن يحدث ذلك انشقاقات ومشكلة في الولاءات في فصائل هذا الجيش ماذا لو حاولت روسيا أن تدعم بعض الفصائل وتجعلها تنشق عن التكتلات أو التحالفات الموجودة اليوم على الأرض وقد شهدنا بعض الفصائل ينشق عن جبهة النصرة قبل بدء المفترات وفوضات في الرياض مثلا دعيني أؤكد على مسألة هامة أختي الكريمة أولا أن الجيش السوري الحر ممزق ومشرذم وكذا هذا كلام ليس دقيق على الإطلاق لو كان أمر كذلك لما قام سيد ممثل الأمير العام الأمم المتحدة سيد ستيفان ديمستورا باللقاءات المتعددة وأنا شخصيا حضرت هذه اللقاءات مع قيادات الجيش السوري الحر طبعا الجيش السوري الحر لم ينشأ نشأ طبيعية وإنما نشأ نشأ عفوية ثم نظم نفسه فمن الإجحاف أن نقارن الجيش الحر بجيش النظام المنظم منذ خمسين سنة الذي يتدعى يوم إثر يوم ثم مسألة أخرى الجيش السوري الحر قام بكل العمليات التي يستطيع أن يقوم بها ضد كل الغزاة الذين تدخلوا في الأرض السورية ابتداء من حزب الله إلى الفصائل العراقية إلى القوات الإيرانية لكن كان متعاون مع جبهة النصر وكان جبهة النصر جزء منه أنه جبهة النصر كانت جزء من الجيش الحر وهناك فصائل انشقت قبل اجتماع الرياض عن جبهة النصر لم تكن على الإطلاق جبهة النصر جزء من الجيش السوري الحر نعم أؤكد أن جبهة النصر موجودة على الأرض السورية هي تقاتل جنبا إلى جنب مع كل الذين يناضلون ضد هذا النظام نحن نختلف مع جبهة النصر من الناحية الإديولوجية لكن الغريق لا يسأل عن هوية المنقذ الآن نحن في حالة حرب حقيقية مع النظام السوري الذي يضرب البرامير على الناس وبالتالي إذا استطاع الروس وغيرهم أن يلجم هذا النظام عن هذا الفعل فنحن لن نتعاطى مع أحد ولكن أنتم اليوم مطالبون يا سيد رامي أعفوا أنتم اليوم مقبلون المفروض على ما يشبه خريطة لحل سياسي هناك اجتماع في الرياض وهناك اجتماعات أخرى لتحديد النظمات الإرهابية من عدمها إن لم توضحوا موقفكم اليوم فلن تنالوا شيئا وهذا المنقذ لن ينقذ بالعامية ببلاش يعني هناك أهداف لكل شخص يقاتل بالنهاية ماذا عن تفصيل هذه المنظمات لنقول بالنسبة للجيش السوري الحر بعض ينتقد حتى مشاركة البعض منها في قائمة التي خرجت عن مؤتمر الرياض أختي الكريمة نحن مع أي فصيل يقاتل لأجل مشروع وطني في سوريا ونحن سنقف أي فصيل يقاتل لأجندة خاصة سواء كانت إديولوجية أم مناطقية حتى لو كانت داعش حتى لو القاعدة عادي تقاتلون معها لإسقاط النظام مثلا لو سمحتي أنت تقاطعيني أنا لا أفهم السؤال بالضبط بسبب التراغف الصوت أكيد سأوضح لك أكثر تقول أنكم مستعدون للقتال مع أي فصيل سيد رامي وأنت تتحدث من موقع من القيادة العليا العسكرية للجيش الحر أسألك لا تمانعوا في قتال أي فصيل حتى لو كان داعش مثلا حتى لو كان يدينكم بالإرهاب الذي العالم كله يعمل ضد هذه النقطة طبعا أختي الكريمة نحن أول من قاتل داعش أنت نسيت مسألة مهمة أن الجيش السوري الحر والذي قاتل داعش بداية في إدلب وفي الساحل السوري أنا قلت لك أننا سنقاتل ضد النظام وسنقاتل أي تنظيم يحوي مشروع خاص ولا يؤمن بالمشروع الوطني السوري داعش حرفت مسار الثورة عن طريقها الصحيح وبالتالي نحن قاتلنا داعش في إدلب وفي حلب ولازلنا الآن نقاتل داعش في حلب دون أي قرار دولي ودون أن يطلب مننا من أي جهة رسمية نحن قاتلناها بقرار سوري داخلي قلت لك كل من يريد حرف مسار الثورة وبوصلة الثورة عن طريقها الصحيح نحن سنكون له بالمرصاد كائنا من كان ولن نؤمن بالأدلجة ونحن شاركنا في الجيش السوري حر في مؤتمر الرياض بل وشاركت الفصائل التي يعتقد أنها متشددة مثل فصائل أحرار الشام وجيش الإسلام في دمشق كل هذه الفصائل تؤمن بالمشروع الوطني السوري تؤمن بالتحرر من لا يؤمن بالمشروع والإصلاح السوري نحن سنتصدى له كائنا من كان سنعتبره وجه للعمر الأخلى للنظام حقيقة وصدرنا هذا الكلام بقرارات رسمية وفي بلغات رسمية وقلنا ذلك للعالم والعالم لو لم يكن يعلم حقيقة وصدقنا لم دعنا إلى مؤتمر أكيد ولكن مع ذلك هناك من ما زال يعتبر أن هناك فصائل إرهابية قد شاركت في مؤتمر الرياض وسأنتقل في هذه الفكرة إلى السيد أندري جهات كثيرة تستغل ذلك عدم الوضوح في موضوع الإرهابي من غير الإرهابي والجهات المتطرفة من عدمها موسكو أولا قالت ذلك ثم اليوم في تصريحات للرئيس السوري يقول أن الشعب السوري كما يقول بحسب تعبيره لن يرضى التفاوض مع إرهابيين في إشارة إلى القائمة التي تعدها المعارضة ألا يعد ذلك عرقل لجهود التوصل إلى حل سياسي من موسكو حليفة الأسد لأن هناك تنصيق مواقف أكيد أعتقد هو لم يقصد المعارضة كلها ولكن حتى الاستخبارات المركزية لا تستطيع التحديد الدقيق لما هي المعارضة ما يسمى بالمعتادلة وما هي المعارضة العمى وما هو حتى بما فيه الجيش السوري الحور الجيش السوري الحور أنا لا أوافق مع زميلي من إسطنبول لأن الجيش السوري هذا معروف للجميع ليس منظمة موحدة بل فيها فصائل وطيارات وقيادات وفيها أفراد بعضهم مميزون بعضهم يعملون بعضهم يتعملون مع داعش بعضهم يتعملون مع الفصائل الأخرى من المعارضة الطرف الروسي الذي يساعد الآن للنظام الشرعي في سوريا هو يختم بالتعامل على الكائد البناء التعامل البناء سيد أندري أود أن أخذ رأيك بما أن تحدثنا عن تصريحات الأسد رفضوا للتعامل مع فصائل معينة من المعارضة وصفهم بالإرهابيين أيضا يقول أنه لا يخطط لترك سوريا وأن الشعب السوري أو غالبية الشعب بحسب تعبيره يؤيده ما دلالة هذه التصريحات في وقت حرج أو المفروض أن يكون بادرة لحل سياسي من نوع ما في هذا التوقيت ما دلالة هذه التصريحات غزية التصريحات تعني أن التعامل يجب أن ينطلق ليسا من الحقد تجاه النظام القائم وتجاه شخصية الأسد بل على أساس الحب للوطن المصلاحة الوطنية لسوريا وهي لا تقمن في تمزيق البلاد وفي إخداء البلاد لأطراف الأجنبية المختلفة كما نرى الآن شكرا جزيلا بكل أحوال السيد أندري أوليتسكي الخبير العسكر الاستراتيجي من موسكو سأعطي الكلمة الآن لسيد رامي دالاتي لو ترد على هذا الكلام كنا نتحدث عن تصريحات الأسد الأخيرة اليوم عن أنه الغالبات الشعب السوري تؤيده وأنه لن يتعامل مع إرهابين أو لن يتفاوض ما رأيك في ذلك طبعا هذا استمرار لحالة الوهم التي يعيش به هذا الرئيس منذ أول يوم في الثورة السورية ولا زال يصدق هذه الكذبة حقيقة وأنا حقيقة أقدر وضع النفس الذي يحياه هو مضطر لحديث عن هذا المستوى من الحديث من التأييد هل تعتقد أن هذه تصريحات الرئيس نفسه أم هي تنسيق روسي معه لوضع أنا أعتقد أن هذا تنسيق روسي لأن الرئيس لابد أن الرئيس لابد أن يتمظهر الآن بمظهر القوة في ظل الشعور المتعظم لدى أتباع الرئيس أو الطائفة المؤيدة أو المجموعة المؤيدة وهم بعضهم على تواصل معنا بشكل مباشر هناك حالة من التداعي كبير فإذا ظهر الرئيس بمظهر أكثر ضعفا من هذا وخصوصا بعد الزيارة البائسة لموسكو التي ظهر فيها الرئيس وكانه موظف أمام الروس شعر أتباع عن هذا النظام أن أيام الرئيس باتت محدودة في منصب رئيس الجمهورية سواء كانت أيام أم شهور هو الآن ما زال يعيش أو يحاول أن يظهر أتباعه أنه يعيش هذه الحالة هناك حالة فرار كبيرة من الجيش السوري هناك حالة أخذ إلى الجندية بشكل إلزامي حتى من الطائفة المؤيدة للرئيس هناك حالة متعاضمة لدى المؤيدين أن الروس تدخلوا يجدوا حل سياسي يخرجوا الرئيس مباشرة نعم أشكرك جزيلا رامي دالاتي عضو المجلس العسكري هذا اليوم إذن تتابعونا مشاهدين ما تبقى من غرفة الأخبار نهاية الأسبوع بعد قليل